سنتعرف اليوم وإياكم عن نبتة إفليوم مرجي وفوائدها ومنافعها وأضرارها وأدعوكم لمشاهدة هذا الفيديو كاملا لتستفيدوا أكثر من معلومات عن هذه النبتة التي لم تسمعوا بها من قبل أهلا وسهلا بمتتبعي قناتنا الأزهار والأشجار ويا سبعمائة مرحبا أتمنى أن تكونوا بخير وبعافية وصحة جيدة إن شاء الله وأتمنى أن يتقبل الله منكم الصيام والقيام وأتمنى من متتبعي قناتنا الأزهار والأشجار أن يضغطوا على أعجبني كتشجيع لنا لنشر المزيد ويحركوا الجرس ليسيرهم كل جديد وأن يشتركوا في القناة إن لم يشتركوا من قبل فضلا منهم وليس أمره وقبل البدء أريد أن أنويه أن الحكم على ماذا سميت النبات وخطورته هو للمرجعية فقط نحن لا نضمن أي دقة في هذا الحكم لذلك لا يمكنك الاعتماد على هذا الحكم من الضروري طلب المشورة المهنياق مسبقا عند الضرورة وعلى الرغم من أن إفليوم مرجي ليس قساما إلا أن بعض الأشخاص يصابون بالحساسية تجاه حبوب اللقاح المحمولة في الهواء أو عند ملامسة العشب تجمل أعراض إفليوم مرجي العطس وسيلان الأنف وانسداد الأنف أو حكا في الأنف والسعال وديق الصدر والصفير والإحتقان والعيون الحمراء والمائية والحكاق أولئك الذين يعانون من الربو قد يصابون بنوباق الربو ويعانون من ديق في التنفس عند قرب العشب أو حبوب اللقاح الخاص به قد يصاب بعض الأشخاص بطفح جلدي أو خلايا أو كدمات إذا لامست بشرتهم العشب وخصوصا عند أصحاب الحساسية المفرطة لكن أغلب الناس لا يصابوا بهذه الأعراض وللعلم أن النبات إفليوم مرجي ينبط في جميع أنحاء العالم كعشب علفي مغدي يمكن أن تصبح حشائشا في مداها الأصلي وتعتبر غازية في 16 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة حيث يتم تعرفها على أنها غازية من قبل خمس ولايات ينتشر بسرعة عبر المناطق المضطربة بما في ذلك الحقول المهجورة وجوانب الطرق وسرعان ما يستنفذ العناصر الغذائية في التربة قد تسمح الزيادات في درجات الحرارة بسبب تغير المناخ إفليوم مرجي بالانتشار والنمو بسرعة أكبر يمكن أن يؤدي الرعي المستمر والسحاب اليدوي والقص المتكرر واستخدام مبيدات الأعشاب إلى تقليل الغزوات إفليوم مرجي ومع ذلك قد يكون من الصعب التحكم فيه دون التأثير سلبا على الأنواع المحلية لذا فإن إدخال منافس مرغوب فيه يمكن أن يساعد في السيطرة الكاملة عليه بأقل قدر والآن سندكر بعض المواصفات لهذا النبات يبلغ طول هذا النبات من 48 إلى 150 سنتيمتر ويسير طول الأوراق إلى 43 سنتيمتر وعرضها واحد ونصف سنتيمتر الأوراق خالية من الشعر ملفوفة بدلا من طيها والأغماد السفلية تتحول إلى اللون البني الداكن يبلغ طول رأس الزهرق من 70 إلى 152 مليمتر وعرضها من 4 ستاق 7 إلى 12 مليمتر مع السنيبيلات المقدسة بكتفاق إنها الظهور أو أنها تظهر من يونيو حتى سبتمبر وأما رباطها فهو قصير وغير حاد وينمو هذا النبات بشكل جيد في التربة الثقيلة ويلاحى دوق مقاومته للبرد والجثاث وبالتالي قدرته على النمو في الأراضي المرتفعة الجافة أو التربة الرملية الفقيرة في المراعي تمر إلى أن تغطى عليها أو تتقى عليها أعشاب أكثر تنافسية بعد القطع ينمو ببطء وقد تم تقديم هذا النبات عن غير قصد إلى أمريكا الشمالية من قبل المستوطنين الأوائل ووصفه جون هيرد لأول مرة في عام 1711 من النباتات التي تنمو في نيو هامبشاير أطلق هيرد على العشب اسم عشب هيرد لكن مزارعا يدعى ثيموتي هانسون بدأ في الترويج لزراعته كتبن حوالي 1720 ومنذ ذلك الحين عرف العشب باسمه الحالي أصبح ثيموتي الآن متجنسا في معظم أنحاء الولايات المتحدة وكندا يزرع عادة لتغدية الماشياء وعلى وجه الخصوص للتبن للخيول حيث يحتوي على نسبة عالمي الألياف نسبيا خاصة عند قطعه متأخرا يعتبر عشبا خشنا قليلا ما تستمتع به الماشية إذا تم قطعه في وقت سابق يعتبر جزءا من المزيج القياسي لقش الحشائش ويوفر تغدية جيدة للخيول هي غدا أساسي للأرانب الأليفة ولحيوانات خنازير غينيا وسينشيلق وديجوس وغالبا ما تشكل الجزء الأكبر من نظامهم الغدائي تبن هذا النبات غني بالألياف الطويلة ويسايد قواماء الكاشط على طحن الأسنان والحفاظ على الأسنان والفك في حالة جيدة وعلم أخي الفاضل أن هذه النبتة ستختلف احتياجات الري اعتمادا على مكان زراعتها بشكل عام يجب سقي هذا العشب كل أسبوع في المناخات الحارة قد يكون من الضروري الري مرة أو مرتين في الأسبوع في الصيف في المناخات المتدلة قد يكون الري مرة واحدة كل سبعة أيام أو أكثر كافيا يحتاج العشب الموجود في الحاوية دائما إلى سقي متكرر أكثر من الحشائش الموجودة في الأرض ولكن مع وجود نوع مثل هذا يمكن أن يظهر تحت أشعة الشمس الكاملة أو الظل الجزئي فإن الموقع مهم أيضا تحتاج الأعشاب المضللة إلى الري بشكل متكرر أقل من الحشائش الموجودة في الأرض يجب سقي هذا النبات فقط عندما تكون الطربة جافة إذا لم تكن متأكدا من موعد الماء فهناك بعض العلامات الأساسية التي يمكنك استخدامها كإشارة سيخبرك الضغط بأسبوعك بعد بوصات في الطربة ما إذا كانت الطربة جافة بالنسبة للعشب المحفوظ بوعاء يمكنك وزن العشب بميزان محمول لترى مدى ضوئه ولكن يمكنك أيضا الشعور بسرعة عندما يكون القدر خفيفا بسبب نقص الماء وقد تظهر الشفارات مطوية على طول مركزها وتكون أرق من المعتاد عندما تفتقر الجذور إلى كمية كافية من الماء على الرغم من تحملي الجفاف إلا أن السقايا العميقة المنتدمة ستكافئك بلون جميل في البرية يلمو هذا النبات في أرض شجيرات مفتوحة حيث سيكون عرضة للحرارة الشديدة وأشيعة الشمس الساطعة وأكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله في لقاء آخر إن شاء الله بحول الله وقوتي ترجمة نانسي قنقر